حادثة هزت الرأي العام العراقي وحزت على اهتمام وسائل الإعلام والمدونين داخل العراق وخارجه حيث أظهر مقطع مصور عبر كاميرا المراقبة سيدة عراقية تحمل طفلا وتجر آخر من يده على جسر الأمة في بهداد قبل أن ترنيهما في نهر دجلة دون تردد أو شفقة وتركتما يغرقان انتقاما من زوجها الذي انفصل عنها الشرطة العراقية تحركت على الفور بعد درسلها لعملية إلقاء الطفلين وتمكنت في نهاية ساعة من اعتقال المتهمة التي كانت تبدو في حالة نفسية سيئة جرائم قتل الأطفال على يد الآباء والأمهات شكلت ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي وانتشرت بشكل كبير مؤخرا فالعنف الأسري يتفاقم والأطفال بحاجة إلى قانون يحميهم حتى من ذويهم بحسب علماء في النفس والاجتماع ويعزون الأسباب إلى البطالة وشيوع المخدرات وضعف الدولة والقانون الشرطة المشامعية تقول بأن البعض تفنن في هذا النوع من الجرام وأصبح يستخدم أساليب مبتكرة في إيذاء وقتل فلذات أكبادهم ففي واسق كشفت اللجنة الأمنية قبل أيام عن جريمة بشعة راح ضحيتها طفلان شقيقان بعد أن رمتهما أمهم في خزان الماء بسبب خلافات عائلية وحادثة أخرى أودت بحياة رب الأسرة وأربع من بناته بعد أن أحكم غلاق باب الغرفة ثم أضرم النار فيها بسبب شظف العيش والفاقة وحالات أخرى تتنوع ما بين الحجز المنزلي القسري والإيذاء والتعذيب الجسدي ويرى مختصون بالأمن الجنائي بأن هناك جرائم لا تقل خطورة عن القتل كاستخدام الأطفال للبغاء والنشل والتسول في غياب أي رادع حكومي للحد من هذه الظواهر الفتاكة بالأسرة والمجتمع فارس المهداوي الحرة